حتى الى لاحظة اي اصلاح جاد ديروا الدولة اي فوضة جاد تحارب هالدولة هذو كل اللي عايشين في ذيك الفوضة كي رفضوا لانه بالنسبة ليهما هذا كل حق مكتسب وكي يلقاوه في المجتمع هذو كل البيع و الشرية ديال اليوتيوب وذيك شو اللي يمشي و هالزول بورطابلات و كي يصوروا و كي يقول لك شوف أخوتي الحقرة شوف 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 كي يهرسوا لهم القرارس ديالهم باش كي يبيعوا و باش يشريوا باش كي يترزقوا كل وليداتهم شوفوا الحقرة خوتي وكي يهيجوا الناس اللي مفاهمين شو ما واعينش و لكن من اللي كتدخل العمق كتلقى هذو كل اللي كيتهرسوا اليوم القرارس كل واحد عنده ربعة خمسة ستاديا القرارس وكي اللي كي يكريهم وكي اللي عنده بلاصف شي سوق نموذجي وما كيستغلهاش مخليها ديرها ديبو كي يحط فيها السلعة ومزع السلعة ديال القرارس في الحي ولا في عدة أحياء وبايع و شاري مزيان وكيصور فلو صحاحة كيخرج واحد الالف و الالف و خمسمية و الالفين درهم في النهار ديال الرباح و لكن يعتبر من الطبقة الهشة ديما هو ما عندوش ديما هو مهلوك و ديما لاجت الدولة بغى تحيد هذيك الفوضى باش الناس يعيشوا في واحد الفوضاء مزيان لا يريد و ينوضوا الحياحة بحال من باب المسكانة يدافع على هذي الناس لا نقول أن هذي الناس يتحرموا من مصدر الرزق ديالهم و نقول أنه الدولة ستلقى لهم حلول و لكن كانت الدولة لقاتلك حل و لقاتلك مكان و دارتلك سوق ناموداجي و أنت بحجة أن الناس لا يأتي لنا لذلك المرشي و نخرج عود ثاني الكرارس هذا لا يمكن حيض الكرارس في المناطق التي في هذه الأسواق النموذجية نحيض الكرارس بصفة نهائية و نرى الناس يقلبوا من هنا تقضى صبر نهار يومين و أسبوع و الناس لا يأتي و يتسنى الكرارس لا يبقى هذا الكرارس و نرى ما سيأتي لك السوق سيأتي لك السوق و ستكونك تبيع و تشري في مكان و أنت نقيه و أنت نقيه و الناس يأتي لديك و عندك الماء و عندك الضو و عندك كرامتك و لا يوقف عليك مخزني و لا يوقف عليك بوليسي و لا يأتي لك كررستك و لا تطرد تعطير شواء و لا تطرد تطلب شيء واحد تعيش بكرامتك إذن عندما نقول لنا هذا الحديث و هذا الأضراء أرى ما حرموا هذا الناس من رزقهم و يعيشوا بكرامتهم باش تعيش بكرامتك لقى نفسك حل حيث ما يمكنش بلادنا تبقى غادة في هذا الفوضى من اللي كتجي شيء سيارة تابعة المصلحة من المصالح الاجتماعية ما و كتبقى تقبطها الطلاب و تطلعهم كتحيدهم من الفضاء على قلة هاد العمليات كيف بدأوا يقولوا شيء واحدين و كيسعوا الله خليهم يترزقوا ما لم يجدوا ليكم يعني واحد المنطق ولا في المجتمع دي المنطق الفوضى نحن نعيشه في الفوضى أي واحد جاء يحيد الفوضى أي جهاز أي جهة ديال الدولة أي حكومة جات بشي برنامج يتحيد الفوضى لا نحن أقصنا ما عندنا ما نأكله ولا يجعل تبيعوا تشريف الفوضى يجعل تبيعوا تشريف ماشي الفوضى على الزعمة